اشتركوا في القناة 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 لحمة مفرومة نعمة وملح وفلفل اسود اما بهارات الفريكة رح نحتاج لجوز الطيب وكركم وهيل وكمون وأربع أكواب من مرأ الدجاج ورح نزينها بالبأدونس طبعا اليوم سمنت المراعي النقية اللي هي السمنة اللي بيه الزبدة وطبعا بتلاقوها بكل مكان وبأحيان مختلفة اليوم حبي هيك أحكي عنها لأنها هي رح تكون الرئيسية بوصفة الفريكة لأنه تحديدا الفريكة بتحب حسها مظبوط السمنة مظبوط صح دايما الفريكة والأكلات العربية بتحب دايما أننا نستعملها سمنة يعني لو حطينا كمية صغيرة منها وتعفي كانوا زمان يقولوا أن السمنة مضرة بالصحة لأ بالعكس أنا هلأ صرت مع النظرية القديمة السمنة كتير منيحة الواحد يحط منها كمية قليلة خاصة إذا كانت نقية عندي وزاكية أحط منها كمية صغيرة مع طبختي بتعطيني نكهة زاكية وبذات الوقت هي كما نصحية طيب حلأ حطيت عندي هون السمنة رح أنزل عليها البصلة هون أنا حضرت مقلاية على فكرة عشان الكرات اللحمة اللي انتوا شايفينها هلأ كرات اللحمة وصفتهم كتير بسيطة بتجيبوا لحمة مفرومة لعمة حطيت لهم ملح وفلفل أسود أو بهارات مشكلة اللي بدكم ياه ومعلقة صغيرة رشلة يعني ما بدنا نعملها معقدة لأنه أصلاً كميتها كتير بسيطة ورح أحطهم أقليهم هون عندي حتى أحطهم على الشوربة هلأ الشوربة اللي عنا حطيت هون أنا زي ما انتوا شايفين سمنة المراعي تقريباً معلقة ورح أحط عليها زيت زيتون هاي هيك ورح أنزل عليهم البصل ونعملها يعني هلأ السمنة مع زيت الزيتون كمان بتعطي طعم زاكية بكل الأشكال هي زاكية بس هي عادة عادة الفريكة حتى تعطيها طعم لأسكى بدها زيت زيتون الفريكة كتير بتحب زيت الزيتون بتحب شوية تسملة يعني بتحب الدسم عشان تفتح عندك مظبوط هلأ هون سهام عم بتقولي تمارا شربت الفريكة بس بلحمة نعمة بدون أي شيء كمان زاكية أنا عمري ما شفتها بلحمة مفرومة مظبوط برضو سهام في ناس بتحط لحمة مفرومة بتقليها مع البصلة والله؟ آه تمارا بتقليها مع البصلة وبعدين بتضيف عليها اللي فريكة هلأ اللي فريكة طبعا اللي بدنا نستعملها رح تكون ناعمة اللي مفرومة ناعمة وكمان رح نحطها رح نغسلها منيحة يعني الشي 3-4 مرات لحد ما تصير المي كلير مية بالمية صافية هلأ بس تصير صافية فيه ناس بتنقعها تنقعها شوي يعني هيك شي ربع ساعة عشان تصير طرية أكتر معاكم بالطهي بصير واهم شيء انها تكون طبعا ما فيها حجار ولا فيها اشي تكون نظيفة مية بالمية تمام هلأ هون أنا عم بقلي البصلة عندي ورح أرجع أطلع على اللحمة اللحمة عم تعمل أصوات طبعا عم بتبقبق نعم طبعا نقدر نستخدم الزيت اللي عملناه فيه اللحمة تمان خطها فوق الشربة نزيده دسامة ممكن ممكن طبعا اكيد اذا حدا بحب يحط لها اكيد بصير هلأ هون بتقولك مريا مشبارة هي بشكل عام بهذا الجو اللي كتير بيكون برده بيكون فيه كتير يعني شتا بتحب داما تستخدم لفريكي وبكل الشربات لازم تستخدم السمنة اه سمنة زاكية الصراحة زاكية كتير معاهم وخاصة احنا سمنتنا اليوم اللي عم نحكي عنها هون هي سمنة المراعي اللي هي اصلا فيها هي بنكهة الزبدة فكتير كتير طيبة هلأ بس يبدأ عندي اللحمة تبدأ بدها تاخد لون شو رح أعمل رح أضيف عليها الارع هلأ الارع في عندكم هاد اللي بكون هيك اللي هي البومكيم يعني فيه الصغيرة تقدر تقشروها وتقطعوها وفي عندكم الكبيرة اللي زي المحطوطة عند تمارا برضو بتصيرها بنقسمها طبعا من النص من قيم البذور اللي بقلبها وبقشرها بالقشارة هاي اليوم بتأجيبها وارجيكم كل الخطوات بنقشرها وبعدين بنقطعها لمكعبات زي هاي هلأ رح أخدها حطها مع اللحمة هيك تاخد لها تقليبة خفيفة هاي مع اللحمة مش مع الشاربات لا انا فكرتها مع الفريكة بتتقليبة لا هلأ رح أضيفها هون هلأ رح أضيفها هون هلأ حطيت هون للشارب هلأ حطيت المعلقة الزيت زيت وول ومعلقة سمنة رح أنزل على الأول بصلة رح أنزل عليهم الفريكة ورح أقلبهم مع بعض هايك هدول رح يبدو ياخدوا لون عندي بعد شوي رح نضيفهم عليهم هاي حطينا هايك رح أضيفهم هلأ البهارات اللي موجودة عندكم اللي حكينا عليهم بالمقادير اللي هي رح نحط عليها شوي من الكركم كمية هيك بسيطة هاي كركم ورح نحط كمان هيل هيل مطحون هلأ بتحطو لها إجمالا بهارات الفريكة وبهارات الفريكة زي ما شفتوا انتو كاب بينهم نحن عندكم عادة بكون فيهم هيل بكون فيهم فلفل أسود بكون فيهم فلفل بهار الطعام بكون فيهم كبش قرون فل بس إذا مش موجودين عندكم لأنه كتير كان يجيني أيام أسئلة ناس من أمريكا أو من بلاد تانية يعودوا يحكو لي طيب شو بهارات الفريكة إحنا ما عنا زيكم هون عطارين نقدر ناخد إحنا مناخد نخلط لحالنا فمشان هيك حطيتلكم إيوهم بالوصف هلأ نوري محمد عم بتقولك إحنا منسويها مع صدورة الدجاج سأحاول أصغر الجاجة كثير كثير ومكعبات متألة مع البصلة ستقليها مع البصلة ستقليها مع البصلة ومع البصلة ثم ستضع أسفروا نحن نحن نقلقها ستقليها هل تقول لك إم عادلة لا تتشفتي في هذا الجو أنا لم تتشفتي لكن أشعرت أنها صغيرة يعني على وشك سقيع بس آآآ ما كانت لسه شتا بس هلأ أغلب الناس أنا قلت اليوم شربت عدس يعني عدس وفريكة أم دايماً خضار بتحسوها أقرب للخريف صح فأنا قلت اليوم يعني إنه تغيير بتكون هي رح أحط عليها الماء وأتركهم ليغلوا مع بعض أوكي وبعدين رح أضيف عليهم القرع واللحمة تمام معناتو إحنا رح نطلع بالفاصل الأول بعد الفاصل من كون تركنا الشوربة تتسبك براحتها ونطلع بوسط جديدة طبعاً رجعنا أكيد لكل الأشخاص يلي عم بتواصلوا معانا وعم بدردشوا معانا اليوم طبعاً هون عم بيبعتولي سوسا عم بتقولك من جدة جدة هير أهلاً وسهلاً فيك جدة العشق طبعاً هون بتقولي لفريكة أحسن إشي تكون طيبة لما بنحط لها كمون وفلفل أسود وكركم وشوية هيل مظبوط صح مظبوط صح ما إحنا حطينا هيك زي ما حكيتي كركم وش حطينا كركم وهيل حطيت كان ضايل وكمون آه ضايل كان الجوست الطيب شوي هاي ها تمام هيك حطيناها خلص هيك صار كاملة عندنا هلأ الليمون فيه ناس بحب تحصر عليها ليمونة بالآخر قبل ما تأكلها فيه ناس ما بتحب هاد برجع لإلكم تمام معناتو إحنا هلأ رح نطلع بالوصف الجاي اللي هي أشرح بتكون التندوري الله عالتندوري يلا التندوري السهل رح تحتاجه لسبعمائة جرام مصدور الدجاج مسحبة ولتلت ملاعق كبيرة من زيت الزيتون وتلت كوب لبن المراعي ولمعلقة كبيرة زنجبيل مطحون ولتنين سنتوم مهروسين ولمعلقتين صغار بهارات جرامة سالة بالإضافة للكركم ولمعلقتين كبار كتشب الكرم ولمعلقة صغيرة من الشطة ملح وكمون وكزبرة وبابريكا عصرة ليمونة وكزبرة طازة للتزيين طيب هلأ هانيا القرع واللحمة اللي كنت عملت يوم هناك ما بتضيف يوم هلأ ولا بالآخر لا هلأ هلأ رح أحطهم هي لازم نستنى شوي لحد ما تستوي شوي عنا الفريكا وبعدين منضيفهم فهلأ خلينا بوصفة شربة الفريكا هلأ حاصل اليوم غريب هاد صح؟ ايش هو شكيت يعني مشاركة هلأ شفتوا هيك حسيتوا مش هيك شكلوا أوكي هلأ بدنا نحكي على شربة الفريكا مع القريع هلأ أنا حطيت هون عندي البصلة قلبتها وقلبت عليها الفريكا حطيت لهم سمنة وزيت زيتون وبعدين نزلت عليهم ماي عشان يستويوا مع بعض وحطينا لبهارات تبعت الفريكا هلأ بيدي مقلاي تاني أنا قلت عليها الميت بولز أو كرات اللحم وقريت عليها كمان الأريع اللي مقطع ما رح أحط كتير بهارات لأنه في عندي بالشربة عندي كمان بهارات فخليهم بتطعموا مع بعض هلأ الفريكا كتير لها طرق الطريقة الأساسية اللي الناس بتعرفها أغلبها اللي هي البهارات العادية اللي بتنحط معاها مع البصلة وخلاص في ناس تحط لها معلقة ربا دورة في ناس يعني هي كتير لها طرق اليوم حاولت هيك تكون شوي مبتكرة يعني هيك فيها أفكار جديدة أحطها بدون الزيت عشان تكون أخف عشان تكون أخف مظبوط طبعاً نضبط ملحها وكل شي لبعدين أوكي سيراج عشان بعدين هانيا بس نكون عم نطبق التندوري ونخلصه بدا نحكيله عن طريقة الكب المشوية كان عم بسأل بس انتو عملتوها بالحلقة مع ضيفة عملنا يوم الخميس عملنا حلقة سيراج أنا بدي منك سيراج تفوت طبعاً هلا على صفحتنا على عمان تفي كتشن بتلاقي طبعاً الوصفة موجودة هناك الحلقة كاملة وكمان بتقدروا تعملوا سبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب بتكتبوا الكب المشوية صحتين وهنا مع الشيف هانيا بتطلع لكم أكيد الحلقة مقطعة جاهزة مصبوط صح طيب أنا بدي أحضر بس الزبدية هلا هون طبعاً إم عادل النمر بتقول لي بيقربد عم بتشتي وأنا عملة ملفوف وكمان بتقول لي كي بتحب لي فريكي شوربة وبتحب تاكلها جنبها دائماً يكون فيه جاة مقلوبة نوال بتقول أنه بالزرقة لسه ما شتت أوكي هي رح تشتي شكلها هلأ بكل أنحاء المملكة هايها إم عصام الرواشت بتقول لك بالمفرق خلص بدأت أمطار الخير تنزل تنزل أوكي طيب هلأ إحنا اليوم رح نعمل الجاج التندوري رح نعمله بأسهل طريقة الطريقة رح نعملها التتبيلة داماً جاج التندوري بيكون فيه بتتبيلته لبن وطبعاً إحنا زي ما تعودتوا علينا ببرنامجنا دائماً بنستعمل لبن المراعي لأنه كثافته كتير منيحة حموضته رائعة فهو بطلع بالزبط مناسب هاي رح أحضت كمية من اللبن عندي بالتندوري بالذات ما في غنى عن المراعي عن اللبن عفواً هل رح نحطه رح أحنزل عليه كمان بدنا مجموعة من البهارات منها البابريكا ومنها كمان التوم فيكم تحطوا توم تازة أو تحطوا بودرة التوم اللي بتكم إياه بتنين بوزبط نحط البودرة اليوم البودرة أسهل هلا هاي بودرة أسهل هلا معزولة على الغداء أنا هانيا اليوم اه اوكي 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 كتير خليك ترحي لهم وريحتك تندوري طيب هلا رح نحط كمان البهارات القرام مسالة زي ما شفتو وكل المقادير اللي محطوطة عندكم والكزبرة هلا الاشي الحلو اللي رح أحطه معاهم الزيادة اللي هو الكتشب هاي رح نحط كمان عصير ليمون اوكي ورح نحط زيت زيتون داية بس أشوف وانا نحن حطنا زيت الزيتون هايو اوكي اوكي وبدنا كتشب الكرم هاي رح حط هون هيك لأنه لأنه الصراحة يعطي لون حلو كتير يعني يعطي لون حلو وبعطي مضاق ذاكي لأنه هو بين البندورة وبين الحموضة تبعتها مع حموضتها كتير ولونها كمان فكتير بتعطي لون رائع طبعا طيب بما انك عم تعملي لنا طبعا هلا انتي وعم بتقولي انه ممكن نحط الكتشب من كرم وغيره أنا بس بدي اسألك سؤال هون عم بسألوني إذا منقدر نضيف البطاطا على الشوربة عشان تعمل كثافة أكتر تقدروا تقدروا هاي الكتشب اوكي رح أحط عليها طبعا الخلطة كمان زنجبيل زنجبيل تازة لأنه تندوري دائما بكون في زنجبيل كتشب الكرم كتير زاكي انا بحبه مع كتير وصفات يعني بيعطي هيك بغير عن انه إحنا بس متعودين عليه بطاطا مقلية وهيك حتى بالتتبيلات حطوه بأي اشي هيك فيه رب البندورة وبتحمل انه يكون معا شوية حلاوة تقدروا تحطه كتشب هلا لازم احكيلك شغلي بالنسبة للوضوع الكتشب ومفروض قديش احواء يعني اليوم احنا منتجات كرم صارت مرافقيتنا بعمرنا يعني كليات اكيد اليوم عن جد منتج رائع جدا عم نحكي عنه مش بس ك كتشب عم نحكي عن الزيت عم نحكي عن الرز عم نحكي عن المعلبات وانا تحديدا اليوم ببقى انه كانت هانيا عم تحكي لنا عن طبعا الوصفة وقديش انه لازم رئيسي الواحد يحط فيها مكون ما منقدر نستغني عنه لانه عن جد فيه اشخاص ممكن يقولك نعم البديل ممكن لا اليوم كنت لازم احكي لكم عن لبن المراعي اللي كانت عم تحكي عنه هانيا انا اليوم فطرت احذري ايش ايش لبنة المراعي وللحقيقة كنت عم بحكي تلي فون كول هيك لخارج الاردن فبنت خالتي عم تحضر انا عم بحكي انا ويهو نازل اطلع منها الهذا وقام بساندويشة مع شراك اه 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 خلص سكري بدي اقرنع على الحارس يروف بديع جبي هاي الصراحة اه والله طيبة بجه يحمو ضدها روعة صح مزبوط كتير كتير طيبة هلا احنا عملنا هون عنا خلطة التندوري شايفين قديش سهلة انا مشان هيك مسميتلكم اياها التندوري السهل هاي نزلت عليها صدورة الدجاج خالية من العظم مسحبة وقطعتها لمربعات ورح نحطها عليهم هلا التندوري بس بصدورة صح؟ اه يعني لا وممكن بالفخاد كمان تعمليها على هوا قدي كي بدك تكون قدي طرية قدي هيك بتقدري تعمليها هلا هي الاصلية بتعمليها بالجاج الجاج اللي فيه العظم يعني بس اليوم احنا عشان بسميينها الوصفة اسهل بتتكون اشي كتير كتير بسيط فهيها رح نعملها هيك وانتبلهم كلهم مع بعض طبعا قدما بيطوروا بالتتبيلة قدما بيكون الوقت قدما بيطلعوا اطيب طبعا معاكم صح ورح نحطهم بالعني رح نقعهم كتير مهم انكم تنقعوهم ولو ساعة على القليلة لانها هيك بتعطي النقعة تبعتهم تعطيهم تراوي وبتشربوا البهارات القرام مسالة بتشبهوا الكزبرة الناشفة بتشربوها عفوا الزيت الزيتون بيطريهم واللبن رح يطريهم ورح يعطيهم لون كتير حلو كنان هلأ انت بتفضلي قليهم او شويهم انا رح اشويهم اليوم طب اذا بدنا نقليهم احنا بنحطهم بالسياخ خشب كيف منقليهم هانيا؟ ممكن تقلوهم بالمقلال الهوائي الارفراير طبعا وممكن انو تحطوا المقلاي تحطوا فيها شوية زيت مثل زيت كرم وتحطوا عليها السياخ الدجاج وتقلبوهم هيك بين مرة مرتين وتغطوهم شوي لحد ما يستيوه مرضو بصير يعني هاي من الخيارات هلأ العيدان الخشب اللي بدنا نحط فيهم طبعا زي ما تعودتوا علينا بتكونوا ناعينهم بمي اذا بدكم تحطوهم بالفرن او بدكم تحطوهم على الحطب بتحطوهم بمي عشان يضلوا يعطوا يعني ما ينحرقوا بس ومنشكهم ومنحطهم بالفرن طيب اذا بدحطهم بالفرن قد بياخد وقت؟ بدهم تقريبا شي نصف ساع وحطوا تحتهم اكيد زيت وهم بالفرن طيب هون كمان امل الخوالدة عم بتقولك انه هي ام هيثم عملت بهذا البرد الخبازي على طريقتك كتير حبتها فبتقولك يعطيكي ألف عافية وشكرا كتير لإليك وكمان ميثاق اهلا وسهلا فيك عم بيقول هلأ الشتاء كابس عنا بيقربد يا رب تكون امطار خير ورزقة يا ربي ام محمد ادويك بتقول انا كتير بحب اطبخ شربة الفريكة تحديدا جنبها المسخن يا سلام والله عن جد انه اشي بشهية ام محمد انت بترى في شغلة يعني هو صار عنا زي سيستم يعني زي مثلا ما بنقول عمناكوا البامية جنبها لازم يكون الرزب الشعرية صح صح مظبوط بتحسي انه كل اشي له اشي صح مظبوط بكون بلبق معا اكتر اشي وتعودنا عليه صح مظبوط هلأ رح نحط زي ما حكينا بالصينية رح احط عندي الزيت هاي هون ورح نحط عليهم الاعواد الخشب اللي عليهم الدجاج وندخلهم على الفرن هلأ اذا حبيتوا ترجعوا تحطوا كمان رشة شوية زيت عليهم رشة بابريكا بصير طيب عم بسقلوكي نفس الوصف هاي تعتبر تندوري وتعتبر شش طوو الشيش طوو ما في قرام مسالة لا الشيش طوو يعني هلأ نفس الفكرة اه مظبوط الشيش طوو بنحط فيه لبن بنحط فيه بس بهارات تانية مثلا زعتر ناشف توم ليمون اللي عملناها هلأ مختلفة لأن حطنا فيها بهارات تندوري اللي هي عادة بستعملوها الهنود اللي هي القرام مسالة حطت فيها كزبرة ناعمة حطت معها كاتشاب فهي شوي بتختلف بس نفس الفكرة تمام معناتوا رح نطلع بي الوصفة طبعا الجاي بس بعد الفاصل ارجع نالكم مرة تانية وشوفي يا هنوشة علا وحيد شو عم بتقولك عم بتقولك شف يسلم ايديك اول اشي وعندها فكرة كمان لهاي الوصفة ممكن نحط قطع بطاطس ميك شوي ونشكها بالاسياخ عالواقف متل السياخ الشورمة ونحطها بالفرن ودو ايام علبة يا سلام يا سلام والله صراحة حبيت حبيت هاي الفكرة هلأ شوفوا احنا اليوم رح نقدمها بشكل مختلف لتندوري لأني انا هون مفلفل عندي رز بسمتي الحبة الطويلة من كرم اكيد فمفلفلته رح نقدمه ونحط عليه السياخ وطلعت معي فكرة هيك سريعة هي بين البتر تشيكن وبين المسالة بين هيك يعني اخذه منهم السوس قررت اني اضيفها عليهم حتى شوي تعطيهم هيك الترطب الطعم شوي طمام معناتو ناخدها؟ يلا ناخدها صلصة التندوري رح تحتاج لكوب بندورة ولكوب لبن من المراعي ولرز من الكرم طبعا منقوع ولزنجبيل مبروش ولمعلقة صغيرة جرامسالة موسيقى ام ادم ولانا بدي ارد عليكم زميلتنا فانتا اكيد ما تركت المحطة وحبيبة قلبنا هي امورها تمام ومتازة وان شاء الله قريبا جدا بترجع عنا مباشرة على الهواء وطبعا هنوشة اكيد يعني من خلال يعني برنامجنا وشاشتنا بدنا نقولها الحمدلله على سلامتك واشتقنا لك واكيد طبعا نستناكي بقلوبنا وكل زي ما بقولوا مشاعرنا موجودة معكم لا ودائما بنحكي بنطمن عليها انا شخصيا مبارحة تطمن عليها وهي عم بتطمن عليها من خلال انستغرام تقدروا تتابعوها واكيد تطمنوا على فنفتا وتشوفوها بعيونكم ان شاء الله وهي قالت لي وصلي لكل اللي عمالهم بتابعوني ان ان شاء الله منيحة وعمالي بتعافة ان شاء الله انها رح ترجع معانا قريب طيب هلا احنا الصلصل اللي انا قلتلكم عليها هلا هي جاي بين البوتر تشيكن على على اشي هيك مسالة بس لاني حبيت انو اعطي التندوري هيك شوي اشي من يعني رطبو فرح احط عندي بندورة مقطعة اوكي هيها اهاي نحطهم كلهم ورح نحط عليهم هلا هما بستعملوا عادة الكاجو المنقوع بس بما انو مش الكل بدا ما بكون متوفر عنده فانحطة طلولوز اوكي ورح احط لها ربندورة دقيقة بس هي وصخت ايدي انا بلا طب هانيو انتي عم بتطبق الوصفة بس عشان ما نضيع كتير كانوا عم بسقلوك بالنسبة للقراء اللي حتطيب الشوربة قلتي بس ولا سلقتي وقلتي خفيفة بس عشان يضل ماسك حاله حتى لما احطه على الشوربة ما يفرط اوكي وما رح اغلي كتير كتير بالشوربة يدوب بس هيك غلوة ببسيطة هيها هي على اوطاح النار وهلا رح نسكبها طيب زي ما حكينا حطينا هون بندورة مقطعة ممكن نضيف لها سلسطة بندورة اذا حبيتو ورح نحط لها قرام مسالة ورح نحط لها زنجبيل هايو زنجبيل مبروش انا بفضل انه تحطوا التازة طبعاً دقيقة هايها هيك ننزلها يعني دائماً الأكل الهندي بيحب الزنجبيل والأكل الهندي انا بحبه والصراحة بالشتاة والبارد كتير بيدفي لأنه حار لأنه حار صحيح فهي هم هلا بس ضل نحط عليهم اللبن ونخلطهم وخلاص بتكون صارت جاهزة لا ارح اغليها شوي على النار غلوة واحدة هاي رح نحط هيك لبن نحط معها شوي ونخلطهم على الخلاط طيب هانيا وانتي عم تخلطي لنا حابة كمان تجاوبي هذا السؤال شو ممكن نحط بهارات على الزهرة بمرقة الجاج لما بتكون مطبوخة على قدامها الزهرة ايش يعني ايش البهارات ايش نحط البهارات لما بتنطبخ الزهرة على قدامها يعني بس منحط لها كذبة وتوم انا بعرف وبهارات مشكلة ممكن كمون ممكن بطلع ذاكي معها هلا رح نحطهم ونخلطهم شوي معلش بس هاي صوتها عالي يلا هاي خلصنا هاي اللح ما أحلها سريع 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 ها سريع على الآخر بس والله إنها هاي رح نعطي طعمي زاكي الصراحة هلا هاي منضيفها يعني على الجاج أم منحطها جنبه يعني هلأ بس نقدمها منقدم جنبها هاي السوس هلأ طبعا زي ما حكينا إحنا للأسهل تندوري لوصفتنا طبعت أسهل تندوري اعملنا رز فلفلنا رز بسمتي الحبة الطويلة من كرم وهلأ رحيتشوفوا كيف رح نقدمهم بطريقة حلوة شربتنا تقريبا صارت جاهزة كمان بتحب النسكوب قبل ما نطلع بالوصف الأخيرة أو الوصف الأخيرة بعد النسكوب قدهي الساعة اليوم ناسي ساعتي لسه في وقت أنا وياكي نفس الدقايق الحمد لله يا الله يعني أنا كن دايما بقدم ساعتي وساة السيارة والموبايل دقيقتين ليه عشان اللي عنده شباب في البيت لازم تحطينهم الدنيا إنهم قدمة خمسين دقيقة لقدام عشان ينوحوا عن قدرة ساعة الوقت صح صح مزبوط مزبوط صح فأهيها هلأ هيك هاتي نسكوب الشاربة حبيت حبيت بس دانا مالك عليه بالموبايل يعني شوها الصقفة شوها الصقفة يعني بصراحة لا هو جد بس أنا لقطني قبل مبارح رافد راكب ماي بس ياربوا ليكي أنه سيارتك أنت مقدمسة دقيقتين السيارة أو ثلاثة تقول لأ ماما أنت كنك صحي منهم مغبشين عيونك أعم مش مذكز معاي تكملت بسقة على العموم طبعا هلأ يعني زي ما أنتو عم بتشوفوا الوصفة الصوس اللي هلأ عملتها طبعا هانية هي أضافتها كابتكار معاها اليوم من ضمن السيتب اللي ممكن نقدمه كأكل وممكن كمان يحطولها كريمة طبخ شوي وهلأ عم بتقولنا إخلاص لتمارا شوك نضيف لها فلفل أحمر مشوي مشوي بصير كمان صح أنا والله جايبة تعرفي كنت جايبة والله هايو هايو يا أخلاص صح فلفل أحمر مشوي مقلي اللي بدكم إياه هايو مايتم مش عارفة شو عم بتخوتوا على الفتحة والكسرة أنا بقولها مشوي هما بدميانا يقولها مشوي مشوي هي بنقالها مشوي صح مظبوط طيب هي هيك طيب أنا رح أشيك على الدجاج إش صار في اللي بالفرن طيب إيش بدك أسكب إشي أحط إشي بدنا نسكب الشوربة والله يا تماع رأي وين طبعا الشوربة بكتنسكها واو 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 صراحة أمورها تماما شوفي تندوري شوفي طلع سوائل بطلع سوائل لأني كنت مغطيتها شايفين محلاها مش عافي وين أوديها هيك هايك هايك طيب قوليني هانيا الشوربة بإيش بدك نسكبها بهدول هاي هيك هاي هيك رح نسكب هلأ أنا الشوربة اللي عملناها اللي هي شوربة الفريكة مع القريع أمم مكن أنا أشعب علي إدوء إذا السكر ضابط أصدق الملح زابط أم ا lit السكر زابر. السكر. ما إحنا عجقونا الصراحة شوي. ها. ألف لك. أرفع لك يا أخي. أرفع. شفتي يا دانا. بقدر أنا عاملة مبارح رياضة في عضلات إيدي قوية. انسيتو. مبارح هانيا لازم أشكيلك عن يارش. اشتار اشتار. أقسم بالله خلتني أحرك عشان الليزي كيك. عليم الله من هون عضلت إيدي. معشان تحسي فينا انتي طالعتيلي على البرنامج. لا مضطرة. انتي طالعة ببرنامج طبخة مضطرة. مضطرة ولا مش مضطرة دانا. هل بحكي لهم بالليل إيدي. أنا رح أحكي مع يارا. بدنا نصير نكثف الشغل اللي بنعطيها إياها. بمعنها هي طالعة معنا ببرنامج طبخ. آه. لازم لازم صح. يلا أوكي هاينا رح نحط هون الشوربة. فكرة الأرع اللي أنا حطيت لكم إياها اليوم عشان تعطيها قيمة غذائية أكبر. عشان كمان إزبتكم تعتبروها هي الوجبة الرئيسية اليوم لأولادكم. فبتكون فيها الشوربة. تقدروا تحمليهم تمارا. بدي أحاول. يلا. يلا طب هانيا. آه. شو رايكو احنا عم نسكو بناخد وصفة الكيك عشان أفرجي كل يلي بيتابعونا قدشو أما بطل بقرة بصبوا بنوصلوا وبعمل كل إشي. ملتي تاسكيج. كيك الموكا بدون بيض رح تحتاجه لكوب حليبة من المراعي ولكوب سكر وكوب طحين ولنص كوب زيت كرم ولنص كوب كاكاو ولمعلقتين صغار خل كرم ومعلقة كبيرة من القهوة ومعلقة صغيرة بيكينج فاودر وبالإضافة لمعلقة صغيرة بيكينج صودا. ورح تحتاجه كمان للتشريب كوب حليبة من المراعي ولبكات أشطى من كرم ولمعلقتين كبار سكر ناعم ولمعلقة كبيرة قهوة ومعلقة كبيرة كاكاو. أما للتزيين كوب شوكالاتة مذابة بالإضافة لنص كوب كريمة طهي من المراعي ولربع كوب مكسرات أو فول سوداني للتزيين. طبعاً بحب روائز شفهانيا بتقول إيمان. عبادة مش عارفة إذا شب أوصبية عم بيقول لي صراحة يعطيك ألف عافية تمارا والله بتتعب وبيعزبوك يا والله. نعزبها يا عبادة. بتسلم علينا والدته كمان نوال بتقول تمارا عن جد مبارح بكل قوتها صارت حتى طلعا بدي أرجع أشوفها الحلقة. إسماء صوت أحرك كايك بالآخر. طيب خلاص اوكي. طيب هلأ أنا هاي بس أسكبها هاي السوس. هاي السوس اللي رح أحطها على جنب التندوري السهل عشان هيك يعني بتشبه كيف الدقوس السخون كيف البطر تشكن يعني هي أخدة هيك بس فيها لبن طبعاً. يعني هي خليط هيك خطرة عبالي لأنها زاكية بتعطيها شوية ارتوبة. هذا للتندوري. لا هذا بدي أحطي تحت الرز لسه. هاتي سكب الرز ولا نطلع بعدين بعد الفاصل ولا كيف معنا وقت دانا. نسكب الرز عشان نعمل الحلو. طيب أوكي. دقيقة هاي نشوف الرز اللي عمليون. يا سلام لو تشوفوا الرز كيف ملون. اه بشهي الرز. شو استخدمت اليوم من رز كرم؟ الطويل. نعمل البسمتي الطويل. هايو. حطيت له هيك شوية صبغة لون عشان طلع شكله حلو. عشان يلبق معي. عشان يلبق مع السيتاب ويلبق مع فكرة التندوري. فهي الرز عنا صار جاهز وكتير زاكي لأنه زي ما حكينا بسمتي والحبة الطويلة. شوفوا كيف كل حبة بحبتها بنزله. أنا يعني عندي فضولي كتير صراحة على الكيك. على الكيك أشوفها من جوه هي حسستها كتير رجوسي. هاي وزاي الصوسي انتو بتقولها كمام كلا لحلو. بس مو حسيتها فلفي وهي الأشياء زي كيف احنا بنعمل باقي. هي اكتر فضجي يعني هيك بقولولها لي بتكون هيك شوية سميكة. هاي هيك. هاي الكل بقوللي طبعا انت مارا من منظرها بشهي. والله انها بتشهي عن جد. بس دقيقة هيك. يعطيك العافية. الله يعافيكي. وراح نحط عليهم السياخ التندوري اللي عملناهم. وهك بتكون الوصفة جهزت. اوكي. طبعا. معناتو رح نطلع بالفاصل الأخير وهيصرنا مجهزين معاكم مقاديرنا بوصفتنا الأخيرة الحلو. إذا كانت موجودة معكم وجعبالكم تاكلوا يلا جهزوا حالكم. طيب رح نرجع هلأ أكيد لآخر جزء من الحلقة وهو الجزء اللي أنا عم بسترنام. الكيك. فبدي أشوف الكيك رح نعملها لأنه اليوم طبعا يعني لما حدا بقولك بدون بيض. بنخضوا باستغربوا وأنه كيف يعني. أنه كيف كيكة بلا بيض بالضبط. صح مظبوط. وخبرينك كيف. هلأ الكيكة تبعتنا بس دقيق عشان أسخن الحليب. الكيكة تبعتنا كتير سهلة. ما أديرها زي ما أنتم شايفين حتى بتحفظوها كوب كوب اللي هي كوب طحين كوب سكر كوب حليب. وبعدين عندكم نصف كوب كاكاو نصف كوب زيت. ما فيها بيض أبدا فيها مواد رافعة اللي هي الباكينج باودر طبعا. والباكينج سودا فيها رح نخلطهم كلهم مع بعض ورح نحطهم بالمايكرويف سبع دقائق. يعني سهلة على الآخر. هاتوا لأورجيكم كيف رح نعمل الأول خطوة فيها. هلأ أنتم شايفين ما أديرها شوي أنهم شكلهم كأنهم كتار بس هم مش كتار. لا بس هي ككيكة حتى زي ما أنت قلت فيه مواد رافعة بس أنا برضو شايفيتها يعني بتحسيها زي الأكل البارد الكيك البارد الدزيرت البارد. بارد مش قادرة إحسنها بارد. هيت أنا بولي شكلها. لا لا أنا شكلها زي كأنها شي باردة صح صح مظبوط. فجي هي كيكتية. رح نحط المواد السائلة عندنا. أنا دفيت الحليب تدفاية. اللي هو حليب المراعي. بس عشان يصير أسهل إنه يشرب كل المواد اللي عندي. خلاص. وهي هاي مطفيها. رح ننزل عليه. وين هاي بنا عم تطفي. رح ننزل عليه. عندي كوب من الحليب الدافي. هلأ إحنا عم نعمل الكيكة المكة. رح نحط عليها نصف كوب من زيت الكرم. ورح أحط عليها معلقة كبيرة من الخل. اللي هي تقريبا هالقد. ورح ننزل عليها بما أنها هي كيكة مكة. فهي فيها أكيد أهوة عندنا. فرح أحط لها شوي من الأهوة. هاي 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 هون. وننزل نخلطهم مع بعض. هانيا كانوا عم بسأنوا كيكة. وبعدين رح ننزل عليهم باقي المقادير. اوكي ام إيهاب هون عم بتقول لك. منقدر نضيف عليها إشطة بدل الكريم ملك تزيين. بتقدري. اه اه بتقدري. هلأ هيا شوفوا كيف طلع رغوة عندكم هون. لأننا نحطي خل على البيكينج سودا وعلى الحليب. هذا هو التفاعل. هاي هون منرجع للكيميا. انجد. للكيميا عندكم باكينج سودا مع خل مع حليب. فبيعملوا هذا التفاعل اللي عندنا. هو اللي رح يرفع الكيك اللي عندي. رح ننزل عليها كمية السكر. ورح ننزل عليهم كمية الكاكاو. ورح ننزل كمان كمية الطحين. وننخلطهم مع بعض. لتصير عندي خليط الكيك. بس كله كأنه هانيا يعني بتحسي عم بنعمل بإيدك يعني. بإيدك يعني. ما بدها خفاءة ولا بدها اشي. بتعطيكم عفكر زي قوام الكيك. انا حبيتها انها ما بدها وقت. يعني انتم تخيلين سبع دقائق بيكون في عندكم. جاط حلو بالميكرويف. يعني هلا الخلط ما اخدش معي. غير شو دقيقة اخد. والمواد اللي موجودة بهاي الكيك متوفرة بكل بيت. يعني كاكاو سكر. حليب. مش اشياء انها يعني معقدة. فهيها رح نخلطها كتير منيح. لحد ما الدوب. مية بالمية. اوكي. ايها. وبعدين رح احضر عندي جاط حتى يكون بيدخل مايكرويف طبعا. مايكونش في عليه اي لون دهبي اي لون فضي. يكون منيح مية بالمية. شايفين كيف صار القوام. ايها قوام كيك رسمي. طيب. هلا رح نجيب. الالب. هاي. وننزلها. هلا الكيك عادة اللي فيه البيض. بفرق عن هاد. انه احنا لما نخفو البيض كتير مندخل في الهواء. بصير كتير اسهل انه يدل عندي نافش. هاي الفكرة اللي فيها. احنا رح نعتمد على تفاعل البيكينج سوضا مع الحليب مع الخل. هما اللي رح يعملوا لي هاي النفشة. هاي رح نقيم هاي. دقيقة. رح اقيمها. حطها هون. بلكي احنا وعم نختم الحلقة هانية هيك. قدرنا نشق الكيك خليكهم يشوفوها كبات. هلا بحطوا رقمي اياها. لانو عم بحكولك هي شكلها فعلا قوام زي الكيك الجاهز البارد. ولكنها متماسكة. مضبوط صح. هاي رح نحطهم هيك بجات ونحطهم بالمايكروويف تقريبا لسبع دقايق. بعد السبع دقايق بتفتحوا. اذا لقيتوها انها خلص يعني صارت ست يعني انو جاهزة زي الكيك. تعرفوا انها هي خلصت. على هو المايكروويف اللي عندكم كمان اذا كانت حرارته اوي الباور تبعته يعني كي بتكون. فهيها رح نحطها نفردها بهاي الطريقة. هلا اول ما بتطلع من المايكروويف. شايفين هيها. اول ما بتطلع من المايكروويف. بنعمل فيها ثقوب ومنحط فيها الخليط اللي هلا بدي اعمله. اللي هو برضو رح ياخد لي ثلاث اربع دقايق مش اكتر. اوكي. الخليط بيكون بارد او سخن. بدك نقسمها قبل. وانا عمالي بحضره. لانو ام ايهاب عم تقولك يعني لو ضفنا البيض بتصير مثلا اكتر منها فلافي اك ملتوخة. لا 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 هي ما كانتش هيك عفكرة. كانت اقل. كانت لنص الآلة بالبايريكس. بس خبستها بالمايكروويف تخنط عندي. يعني هي مش هذا ارتفاعها كان اقل من هيك. نعم بسألو اذا ضفنا لنفس الاشياء اللي انت عملتيهم بيد. بتقدروا تحطوا بيد. ايش بفرق وقتها بالله. يعني بتنفخ معاكم اكتر. بتنفخ اكتر. بس هي هيك بتطلع. هاتي نحط قطعة صغيرة منها. جميل نصحين. يلا خين اطلع واحد. هلا خليط التشريب زي ما حكينا. رح نحط الحليب. ورح انزل عليه الكاكاو. ورح احط عليهم السكر. ونرجع نحط عليهم كمان مرة قهوة. قهوة ممكن تستعملوا سريعة الدوابان. وممكن تستعملوا القهوة العادية التركية يعني. اه ممكن. رح نحطهم اه بزبط التنين. رح نحطهم ونحركهم على النار لحد ما يغلوا. وبعدين رح نشرب فيهم الكاكا. هلا بهاد وقت رح اسكولكم من هالكاكا. خلينا نجيب بركي شوكا كمان عشان يقدروا نفرجوهم اياها. نفرجوهم اياها. نشوف كيف قوامها لانه حسيت انه الناس. حبين يشوفوها. حبوها تفاجأوا من فكرتها انها هي كيف منفوخها كيف باردة كيف متماسكة. كثير كثير انها طيبة. هاي هيك. مدية. طبعا هلا انت حرين بنتزين هلا انا عشان اتحسس. هاي قوامها. قوامها كريمي. كريمي مش متل الكيك العادي. هايها. اذا بدك ارفعي لهم لقمة منها. دعيني افرجوكم. بدك اطلع فيها هايسا. شوفوا انا رح ادوءها هي بتحسوها هايها شوفهم الجوة. كتير شوفوهاها. كأنها مشبعة. طلعوا القوام. ادوءها هانية. دقيها. يالله. على فكرة. كتير اخذ من السوس هاد. مو حلوة. مو حلوة. مو حلوة. هي لانها ما فيها كمية كبيرة من السكت. رح افرجعكم. افرجعكم. هايها. شوفين كيف القوام من جوه. هيك. ابدا مو حلوة. زي السوس. والحلو انه انتو بتقدروا تاكلوها لانها يعني تاكلوها وانتو مطمنيم قصدي. مش زي اللي بيكون فيها البيض. فهي عطيتكم هذا القوام الزاكي بدون ما يكون فيها بيض. هاي السوس اللي رح نحطها فيها بس اكملهم بس دقيق ارامي. اول ما تتلع من المايكروويف بعد سبع دقايق بعمل فيها ثقوب. وباشربها بهذا خليط التشريب اللي عملناها اللا اوكي. بتشربو بعدين بجيب عندي الكريمة اللي موجودة عندكم اللي هي الكوب. بخليها تصير سخنة. وبحط عليها الشوكولاتة. وبزين وجههم زي ما انتم شايفين. وبزينوهم باي نوع مكسرات تحبو. تحطوها فول سوداني. اي نوع مكسرات بتطلع. طيب. ذكرنا شا عملنا اليوم. اليوم عملنا هيك وصفات شتوية. وسريعة عشان ما تاخد معكم وقت كتير. اه. 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 اعملنا وصفات سريعة كتير. اعملنا اليوم التندوري بأسهل طريقة. على المشابك الخشب. وبتقدم مع رز. وعملت جمبو صلصة صغيرة. وعملنا كمان شوربة الفريكة. بس اضفنا لها أرع. وكرات اللحم. وعملنا كيك شوكولاتة. ومكة. بتنعمل سريعة كتير بالمايكرويف. سبع دقائق. وبنحط لها خليط تشريب وطبقة قناش. وكتير طيبة الصراحة. يعني هيك طبعا الصفرة كاملة متكاملة. من كل اشي. وحتى جبتنا الفجلات والزيتونات وامورها تمام. طبعا لهولا اكيد حلقتنا بتكون خلصة. شكرا لك هانيا. بكرا سيتجدد لقائنا بحلقة جديدة. خليكم دائما بتتابعوا عمال تي في. موسيقى 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 اشتركوا في القناة